الفلاح المصري عنوان الأصالة والحاضر والمستقبل وملهم المبدعين يحتفل اليوم بعيده التسع وستين الذي هو في الواقع احتفال بالأصل شاهدا على عظمة الماضي وإنجازات الحاضر وبشارة المستقبل فهو الفلاح الذي كان وسيظل وسيبقى رمزا للكفاح والعمل والتطحية وفداء الوطن والتاريخ اليوم حقا الفلاح في عيد فبعد تسعة وستين عاما من صدور قوانين الإصلاح الزراعية التي استهدفت صغار الفلاحين وتحويلهم إلى ملاك للأراضي التي ارتوت بعرقهم طوال سنوات عملهم يأتي عليه اليوم ويرى دولة توفر له حياة كريمة وتقوم من أجله بمشروعات زراعية عملاقة من صواب واستصلاح أراضي وسزراع سمكي وإنتاج حيواني فضلا عن مشروع عملاق يستهدف تبطين الترع هذه الترع التي تمر بكل القرى المصرية يرى دولة تولي اهتماما كبيرا بالفلاح والقطاع الزراعي وتطوير الريف المصري بشكل عام حيث قدمت الحكومة خلال السنوات الماضية دعما للفلاح المصري ما يقرب من سبعة مليارات جنيها أنصف الرئيس القرية المصرية وكرم الفلاحين بتطوير القرى المصرية في إطار المشروع القومي حياة كريمة لعودة الروح إلى القرية المصرية ومساعدة الفلاحين على مواصلة العمل والإنتاج والقضاء على العوز والفقر ونشر قيم العدالة الاجتماعية والمساواة في المعيشة وقدم الرئيس السيسي هدايا قيمة للفلاحين عظمت من مكانتهم وعبرت عن دورهم في التنمية من بينها وقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة ستة أعوام ومشروع تبطين الترع لزيادة مساحة الطرق والأراضي الزراعية والمشروع القومي لتغزين الغلال لتقليل الفقد من القمح وتسهيل مهمة تسليم الغلالة وتطوير الريف المصرية وتنفيذ قانون الزراعات التعقدية على بعض المحاصيل وتوفير الرعاية والتأمين الصحي للفلاح والمشروع القومي لإنتاج التقاوي مما يوفر الكثير على الفلاحين في أسعار التقاوي المستوردة كما وضعت الحكومة الفلاحة المصرية في قلب اهتماماتها وحملت معاناته على كاهلها فيصرت له قرد البتل لتوفير رؤوز الأموال للفلاحين وشراء الأعلاف والماشية وأعفت المتعثرين لأكثر من 25 ألف وأعدمت ديون الفلاحين وخففت العب ووسعت الرقعة الزراعية في المشروعات القومية لاستصلاح أربعة ملايين فدان وقننت الأراضي لواضع اليد هنا على هذه الأرض الطيبة شيد الفلاح المصري منذ آلاف سنين حضارة خالدة وهنا يبقى الريف دالا على بلد الطيبين وهنا كتب تاريخ أبجديته الطيبة ويكتب الحاضر إنجازاته الكبيرة ويحمل المستقبل المزيد من المجد لشعب طيب الأعراق